اشتركوا في القناة اتابع لشركة سبيس ايكس في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة القمر الجديد سيكون البديل لقمر نايلسات 201 الذي ينتهي عمره الافتراضي في عام 2028 حيث يمتلك العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التي تمكنه من مواصلة المنافسة في منطقة البث ويضم 38 قناة قمرية ويتوسع في نتاق تغطيته ليشمل دول جنوب القارة الافريقية ودول حوض نيل وتقديم خدمات الانترنت واسع نتاق لتغطية مصر اعلنت ادارة الحوار الوطني اختيار دياء رشوان نقيبا لصحفيين منصقا عاما للحوار الوطني بالاضافة الى اختيار المستشار محمود فوزي الامين العام للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ورئيسا للامانة الفنية للحوار الوطني لفتا الى بدي اولى جلسات الحوار الوطني في الاسبوع الاول من شهر يوليو القادم واضحت الادارة ان اولى مهام المنسق العام للحوار الوطني تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكل الاطراف المشاركة في الحوار الوطني هذا لتشكيل مجلس امناء الحوار الوطني من ممثل كل الاطراف وشخصية العامة والخبراء من 15 عضوة وتابعت ادارة الحوار الوطني انه تم الانتهاء من كل التجهيزات واللوجستيات اللازمة لتنظيم الحوار وذلك من خلال الاكاديمية الوطنية للتدريب لافتة الى استمرار استقبال طلبات المشاركة في الحوار الوطني والرؤى والمقترحات هنأت إلينا بانوفا مناسقة الأمم المتحدة مصر على توقيع اتفاقية الصدافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الاطراف كوب سبعة وعشرين بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من السادس إلى الثامن عشر من نوفمبر المقبل وأعربت بانوفا عن تطلويها إلى قيادة ملهمة في تعزيز أجنتة العمل المناخي ودورة ناجحة للمؤتمر قال الرئيس العراقي برهم صالح إن الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل عمل إجرامي مدان ومستنكر ويستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين وشدد صالح على ضرورة الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى وتقويد الأمن والاستقرار مع توحيد الصف الوطني وترسيخ مرجعية الدولة وأجهزتها الأمنية ضد الخارجين عن القانون ومن جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي أن الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل بطائرة مصيرة وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريش إن تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على العالم تزداد سوء وقد أثرت على مليار وستمائة مليون شخص وفي تقرير للأمم المتحدة حول تداعيات الأوضاع في أوكرانيا اعتبر جوتيريش أن تأثير الحرب على الأمن الغذائي والتاقة والتمويل شامل وخطير ومتسارع محذرا من موجة غير مسبوقة من الجوع تخلف فوضى اجتماعية واقتصادية كما جدد التقرير الأممي مطالبه بوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مجيرا إلى ضرورة دعم المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية شاملة تسمح بالتصدير الآمن للأغذية المنتجة في أوكرانيا ووصول الأغذية والأسمدة الروسية دون عوائق إلى الأسواق العالمية ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسرا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكو أر كود الظاهر على الشاشة شكرا لكم على طيب المتابعة لكم تحياتي أنا حول محمد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر